زاخر هو أرشيف الجيش العراقي السابق على صعيد الحروب سواء تلك التي خاضها دفاعا عن حدوده أو دفاعا عن قضايا أشقائه العرب أبرز الحروب التي خاضها الجيش العراقي السابق هي حرب الخليج الأولى ضد إيران حرب الثماني سنوات التي نجحت في كبح الأطماع التوسعية للنظام الإيراني يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق إرحاصات ما قبل الحرب بدأت بعد توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 75 حيث خلصت الاتفاقية إلى وقف دعم المسلحين الأكراد شمالي العراق من قبل شاه إيران أنذاك وإعادة بعض المناطق المتنزع عليها إلى العراق في مقابل تنازل الأخير عن نصف مياه شط العرب لصالح إيران الاتفاقية سرعان منهارت مع تسنم مرشد إيران السابق الخميني سدة الحكم في إيران عام 79 إذ أعلن الخميني الحرب على العراق تحت شعار ما سمي بتصدير الثورة الإسلامية المدفعية الإيرانية باشرت بقصف قرى حدودية عراقية من دون سابق إنذار في الرابع من شهر أيلول عام 80 الجانب العراقي ألغى اتفاقية الجزائر ولم يتأخر كثيرا في الرد حيث شنت القوات العراقية في الثاني والعشرين من الشهر ذاته هجوما أدى إلى احتلال أجزاء من إيران قبل أن تستعيدها الأخيرة عام 82 منذ ذلك التاريخ والمعارك بين الطرفين لم تتوقف حتى العام 88 عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 598 الذي قبله الطرفان في نهاية المطاف إلا أن إيران عدت توقف الحرب ضد العراق كمن تجرع كأس السم والكلام للخميني كلفت الحرب كل الطرفين خسائر بشرية واقتصادية قوامها نصف مليون جندي عراقي وإيراني مع عدد مماثل من المدنيين وعدد أكبر من الجرحة ورغم ذلك لم تسفر الحرب عن أي تعويضات أو تغيرات في الحدود بين البلدين رغم تصنيفها كأطول حرب في القرن العشرين غياب الجيش العراقي السابق منذ قرار حله عام 2003 تسبب في هيمنة إيران على العراق عبر وكلائها ولاحقا في سوريا ولبنان واليمن